ميد بريس تقدم أبرز العناوين فيروس كورونا يضرب مدرب الراجع أصيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق لفريق الراجع البيضوي لكرة القدم والحالي لتعاون السعودي بفيروس كورونا وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن الفرنسي باتريس كارتيرون أصيب بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى الروباعي الحاريس كاسيو والمدافع إياقو وإبراهيم زبيدي وسيودريك أميسي وأضاف المصدى ذاته أن المدرب الفرنسي سوف يغيب عن قيادة فريقه التعاون في مواجهة فريق القادسية برسم الجولة الثالثة من الدول السعودي تجدر الإشارة إلى أن كارتيرون كان قد وقع على عقود انتقاله للتعاون السعودي في شتنبر الماضي عقب رحيله المفاجئ عن قيادة الزمالك خبر صار في الرجاء البيضوي على شفاء اللاعبين أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم يوم الأربعاء عن شفاء أربع لاعبين جدد من فيروس كورونا المستجد وأكد الفريق الأخضر أن المسحة العشرين التي خضع لها مكونات الفريق كشفت عن شفاء أربع حالات جديدة وكانت طاقم طب لفريق الرجاء قد أخضع صباح يومه الأربعاء كل مكونات الفريق الأخضر للمسحة العشرين للكشف عن فيروس كورونا المستجد ويسعى الفريق إلى استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين بعد شفائهم من فيروس كورونا وذلك قبل الصفر إلى مصر لمواجهة زمالك المصري في الفاتح من الشار المقبل لحسابية بنصف نهائي كأس دور أبطال إفراقية لكرة القدم جلسة خاصة لباتشيكو مع النجم لتجهيزه لقمة الراجاء عقد البرتغالي جايمي باتشيكو مدر فريق زمالك المصري لكرة القدم جلسة سريعة مع محمد النجم وإسلام جابر لاعب النادي على هامش تدارب الجماعية للفريق بمقر القلعة البيضاء وشاهدت الجلسة منح كل من النجم المغربي وجابر بعد التعليمات الفنية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة حيث أكد باتشيكو للتناء أهمية دورهما الفني في الملعب تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الراجاء البيضاوي الأحد المقبل برسم إياب دور النصف النهائي من عصبة الأبطال علما أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز النادي بهدف دون رد سجله الدولي المغربي أشرف بن شرقي أحمد أحمد يحسيم قراره بشأن الترشح لولاية ثانية لرئاسة الكاف أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف الملغاشي أحمد أحمد يوم الأربعاء ترشحه لعهد التانية على رأس الهيئة القارية تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم الـ 12 مارس المقبل بالرباط وكتب الرجل الأول للكاف في تغريدة لا على حسابه الشخصي تويتر ما يلي لقد تغيرت الكاف كثيرا منذ أربع سنوات أنا فخور بالعمل المنجز من طرف طاقمي أشكر كثيرا على الدعم المقدل لكرة القدم في إفريقيا وخارجها فبعد تفكير معمق ومشاورات قررت الترشح تانيا من جاتي أعلنت الاتحادية الملغاشية لكرة القدم في بيال لها عن ترشح أحمد أحمد لعهد جديدة حيث قالت سجلت الكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم رسميا الترشح الذي تقدمت به الاتحادية الملغاشية لكرة القدم لأحمد أحمد رئيس الحالي للكاف لعهد جديدة لرئاسة الهيئة الإفريقية وكان أحمد أحمد قد انتخيب يوم 16 مارس 2017 بآديس أبابا إيتيوبيا والذي يشرف قريبا على نهاية عهدته حيث فاز بـ 34 صوتا مقابل عشرين لمنافس عيسى حياتو الذي ترأس الكاف منذ سنة 1988 من جهتي أكدت تونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للكاف ترشحه للرئاسة وذلك في رسالة بعت بها هذا الشهر للاتحادية التونسية لكرة القدم لكنه لم يقدم بعد ترشحه بصفة رسمية وحسب بي بي سي إفريقيا فإن أحمد أحمد يكون قد تلقى تأييد 46 جمعية وطنية للكرة الإفريقية من أصل 54 وذلك لتولي عهدتانية في الانتخابات المقبلة وستكشف الهيئة المسير للكرة الإفريقية على موقعها الرسمي عن أسماء المرشحين يوم 11 يناير 2021 أرضوان جيد مرشح لقيادة نهاء العصبة وقاسامة لقمة راجاء الزمالك كشفت تقارير صحفية مصرية إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدمية توجه لإسناد مهمة قيادة مبارد الزمالك المصري والرجاء البيضاوي للحكم القامبي باكاري غاسامة وأضفت التقارير ذاتها إلى أن الحكم الدولي أرضوان جيد مرشح لقيادة نهاء دور الأبطال في حال مرور الزمالك للنهائي وأوضحت المصادر نفسها إلى أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي وضعت جيد كاختيار أول في حال ما إذا كان النهاء مصريا خالصا تجذر الإشارة إلى أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل برسم إياب دور النصف النهائي من عصبة الأبطال علما أن مواجهة دهاب انتهت بفوز النادي بهدف دون رد سجلوا الدولي المغرب أشرف بن شرقي رسميا الوداد يحسم صفقة جديدة في الميركاتو توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق رسمي مع لاعبه السابق أيوب سكوما لانتقاله إلى النادي الأحمر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة وكشف مصدر أن إدارة الوداد نجحت في إقناع أيوب سكوما بحمل قميص الفريق بعقد يمتد لموسمين موضحا أنه سيلتحق بتداريب النادي في الأيام المقبلة استعدادا للموسم الكروي المقبل وكان اللاعب سكوما قد توصل بعروض من أندية وطنية في مقدمة الوداد الرياضي الذي كشف عن رغبته في استعادة نجمه السابق فضلا عن دخول أحد الأندي الخليجية على خط التفاوض مع اللاعب للاستفادة من خدماته في المركات المقبل وقرر اللاعب المذكور تغيير الأجواء بعدما قدى خمس سنوات رفقة الفريق الرباطي إذ عجز الأخير عن الاحتفاظ باللاعب بعدما كان قد دخل في مفاوضات معه في وقت سابق من أجل تمديد مقامه مع الفريق الرباطي تقارير إسبانية تكشف رغبة ريال مادريد في استعادة حاكيمي يفكر فريق ريال مادريد لكرة القدم في استعادة الدول المغرب بأشرف حاكيمي لاعب أنتر ميلان الإيطالي خلال الملكات الصيف المقبل وكشف موقع ديفينزا سينترال الإسباني أن ريال مادريد يدرس استعادة حاكيمي بعد المستوى المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري مع أنتر ميلان على أن يتم التفاوض بهذا الشأن في صيف 2021 وقال موقع كورا أن تقرير صحفي إسباني كشف عن تفكير مسؤولي ريال مادريد في استعادة خدمات النجم المغربي وتابع المصدر ذاته أن ريال مادريد سيعرض خدمات النجم الألماني توني كروس على أنتر ميلان من أجل إغرائهم بالإستغناء عن حاكيمي دون دفع أي أموال إضافية